معي من عمار محمد حوالي المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مساء الخير أهلا بك معنا سيد محمد زيارة جولة هذه غير تصريحاتها غير ما أدلت به على ماذا ركزت لتفضي بهذه التصريحات كيف اختلفت عن سابقاتها اختلفت عن سابقاتها هذه الزيارة بكونها الخامسة للأردن بأن السنوات السبعة التي انتهت من بداية الأزمة في سوريا إلى اليوم هي كانت تأمل على الأقل أن هذه السنة يكون هناك تحسن لأوضاع المعيشية للاجئين أو على الأقل أن هناك بدأت لنقول قليل من السلام حتى يستطيع البعض العودة إلى وطنه والبدء بحياة جديدة وكريمة لكن للأسف العداد كما هي بل في تزايد توجد مواليد جدد يولد في هذا المهجر ولدوا في داخل هذا المخيم ما زالت الحياة هي نفس المستوى وهي أتت الآن في مرحلة شتاء وشاهدت بعينها كيف أن الأمطار والطين غطى كل مكان وما زالت تحديات أصعب وأصعب بل المصيبة الكبرى التي هي اليوم تختلف عن سابقتها أننا الآن في 2018 الشهر الأول هو على انتهاء ولم يتوفر لدينا سوى 7% فقط من الاحتياج المالي اللازم لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين والسنة الماضية في 2017 بالإجمال المبالغ التي تم توفيرها للاستجابة للأزمة السورية لم تصل 50% أي أن أصبح التحدي كبيرا جدا كما ذكرت بأن يكون الموظفين العاملين في القطاع الإنساني يقفون عاجزين عن تقديم المساعدة لأنهم لا يمتلكونها 50% العام الماضي 7% هذا العام وصل من المساعدات التي يجب أن تصل للاجئين بالزعتري ليس بالزعتري للاستجابة للأزمة السورية ككل في كل دول جوار المنطقة كيف اختلفت نسبة الدعم عن العام الماضي محمد بي مخيم زعتري تحديدا بالعادة عندما تبدأ السنة يعني يكون الاستجابة نكون في مرحلة العشرين بالمئة لكن هذه السنة نحن نبتدأ بشيء وأقال من 10% إلى 7% أي التحديات صعبة جدا بالكاد استطعنا أن نوفر الاحتياجات اللازمة للشتاء بمجملها مبلغ جدا صغير على الدول الكبرى وفقط كان 37 مليون دولار أدى إلى تغطية جميع الاحتياجات الشتاء في داخل المخيمات وخارج المخيمات الآن انتهت هذه الأموال الموجودة لدى اللاجئين برنامج المساعدات النقدي يعاني من جفاف كبير جدا ونأمل أن نستطيع حصول على تمويل مناسب حتى يستطيع اللاجئين البقاء والاستمرار لأنه نحن نسميه شريان الحياة لأنه فعلا شريان حياة لهم هذا النقص في بداية السنة سيواجه مشاكل كبيرة جدا لأن الفراغ تغطية محال ولا ننسى أن كل سنة الفراغ الذي يكون موجود أو النقص الذي يكون موجود في التمويل ينتقل للسنة التي بعدها بشكل تراكمي أكبر أي الجهد يصير والعبات يصير أكبر الناس مطالبها أكبر هنا أجيال أصبحت تنشأ في داخل هذه المخيمات إذا لم تحصل على ما تريده من خدمات أساسية سواء كانت صحية أو تعليمية أو حياتية كيف لها أن تستمر حياتها بكرامة؟ هذا هو السؤال يعني تراجعت الخدمات باختصار ربما هذا ما كان من هنا نفهم تصريحات جولي التي حثت فيها المجتمع الدولي على حل الأمر السياسي يعني من جذور الأزمة لأنه محمد يعني يبدو بأنه حتى الدعم اختلف خف نسبة المساعدات بمخيم الزعتري غير العوامل التي ذكرتها تزايد عدد اللاجئين زيادة عدد الأطفال موضوع زواج المبكر حتى كان بكلمة أنجلينا جولي وكي لا ننسى نحن كعاطفة بشرية دائما نكون سريعي التفاعل وسريعي النسيان الأزمة السورية بدأت تتراجع في الخطوط الأولى للعنوين الرئيسية للأخبار بالتالي أصبح الاهتمام بها عالميا ومحليا أقل أصبح التعاطف لديها أقل بالتالي لم يستطع الناس الآن يعني ما تحركوا باتجاه الدعم المنح وأيضا هناك أمر آخر أنه نحن نعتقد عندما نكون دفعنا مبلغ معين للمساعدة أنه نحن قمنا بالواجب الذي علينا ننسى أن هناك يجب أن يكون في استمرارية ودوام من أهم أسباب هذه الزيارة هو اللفت المجتمع الدولي إلى هذه الأزمة التي ما زالت قائمة ولم تتقدم بل بالعكس هي تراجعت وكما تعلمينك بالفترة قليلة للأسف فقدنا أكثر من 15 لاجئ سوريا على الحدود السورية اللبنانية بسبب الأجواء هؤلاء سبب قتلهم هو عدم توفر أماكن آمنة لهم للحياة بالتالي لفت التنبيه وقرع الجرس مرة أخرى والتذكير هو مهم جدا نشهد تحركا على الأرض بعد هكذا تصريحات من أنجلينا جولي تحديدا يعني شخص مؤثر يكفي بأنه سفيرة نوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي كمبعوث خاص للمفوضية السابقة للمتحدة لشؤون اللاجئين هي أكبر بكثير من أن تكون سفيرة هي دورها أن صوتها مسموع لدى المجتمع الدولي بشكل أكبر من غيرها من الأصوات التي قد تكون أقل لأننا الآن نأمل أن يكون هنا نتيجة قريبة ما زلنا ننتظر لا يوجد هناك توقعات كل ما نأمله يعني نحن ندعو أن يكون هناك نتيجة إيجابية لكن في الحقيقة هل سيكون هناك نتيجة إيجابية أو لا نحن لا نعلم حقيقة أنا أشكرك جزيلا من عمان محمد حواري المتحدث الرسمي باسم المفوضية سامية لشؤون اللاجئين كنت معي من عمان